بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم معكم أخوكم حسن صالح مشهد من الشبكات الرقمية في الفيديو الثالث والخاص بمنهج السيرفر بلس شاهد تعلم واستمتع تحكم الـ R-A-I-D الـ R-A-I-D بيستخدم مع الأقراص الصلبة وذلك لتوفير زيادة الآداء أو التسامح مع الخطأ يوجد لدينا وحدة التحكم بالـ R-A-I-D والتي قد تأتي على شكل قطعة يعني بحيث تكون كرت يتم تركيبه على فتحة التوسعة مثل الموجودة لدينا هنا في الصورة عبارة عن كرت يتم تركيبه في فتحة التوسعة أو ممكن يكون برنامج بحيث نتمكن من خلاله أو من خلال وحدة التحكم من إدارة الـ R-A-I-D أو الـ Red الـ BIOS والـ UEFI يوجد أدينا فارموير بتوفر إرشادات منخفضة المستوى للسيرفر سواء كان على السيرفر نظام تشغيل أم لا وهي الـ BIOS وطبعا مثل ما هي موجودة في السيرفر هي أيضا موجودة على جهاز الكمبيوتر المكتبي واللابتوب والنسخة الأحدث للBIOS هي النسخة اللي هي الـ UEFI بعضا من المزايا الموجودة في الـ UEFI مقارنة بالBIOS هي كالتالي حماية أفضل حيث يحمي عملية ما قبل التمهيد أو الإقلاع أوقات بدء والاستئناف من السبات أسرع من الBIOS بيدعم محركات الأقراص الأكبر من 2.2 تيرابايت دعم تعاريف 64 بت firmware drivers القدرة على استخدام الBIOS مع الـ UEFI هاردوير عند بدء تشغيل السيرفر سوف يقوم الBIOS أو الـ UEFI بمحاولة اكتشاف الأجهزة والمكونات الموجودة في السيرفر والتأكد من أن القطع الأساسية للسيرفر تعمل ليتم الإقلاع وتمكنك أيضا ويعطيك إمكانية ضبط وإعداد المستوى الأساسي للسيرفر وذلك من خلال برنامج إعداد السيموس والذي يتم الوصول إليه عن طريق ضغط مفتاح معين من لوحة المفاتيح عند بدء تشغيل السيرفر مثل F1 أو Delete حيث حسب طبعا نسخة الBIOS أو الـ UEFI الإعدادات الأكثر شيوعا في السيموس هي إعدادات المنافذ بأنواعها المتوازي التسلسلي الـ USB إعداد تسلسل الإقلاع والتاريخ والوقت والحماية الإعدادات المتغيرة في الBIOS والتي تمت من قبل السيموس أو من خلال برنامج إعداد السيموس يتم تخزينها في الـ Infram بينما إرشادات الBIOS الغير قبل للتغيير يتم تخزينها في رقاقة بطارية سيموس رقاقة السيموس يجب أن يكون لها مصدر كهرباء ثابت للحفاظ على إعداداتها لمنع فقدان البيانات لذلك تقوم الشركات المصنع لللوحة الأوم بوضع بطارية صغيرة في اللوحة الأوم لتزويد ذاكرة السيموس بالكهرباء وهذه البطارية تكون على شكل عملة معدنية كما يظهر لدينا في الصورة فيرموير الفيرموير تعني برنامج على شريحة ومن الأمثلة عليه البايوس والـ UEFI الفيرموير قد تحتاج إلى أن يتم تحديثها بحيث هذه التحديثات بيكون الهدف منها تصحيح مشاكل في البرنامج أو لجعل البايوس والـ UEFI يدعم قطع حديثة تريد إضافتها على السيرفر وهي غير مدعومة من قبل النسخة الحالية من البيوس أو الـ UEFI من الممكن تحديث الفيرموير باستخدام أداة تحديث من مصنع اللوحة الأوم وفي كثير من الحالات تكون الخطوات كما تلي الخطوة الأولى تنزيل ملف التحديث على الفلاش درايف الخطوة الثانية إدخال الفلاش درايف ومن ثم إعادة تشغيل الجهاز الخطوة الثالثة 2. استخدام تسلسل المفاتيح المحدد لدخول إلى إعداد السيموس 4. إذا لزم الأمر قم بتعطيل التمهيد الآمن 5. عد للدخول إلى إعداد السيموس 5. طبعا هذه النقطة المحددة 6. أما النقطة الخامسة 5. حفظ التغييرات وإعادة تشغيل مجددا وبن ثم بعد ذلك 6. عد للدخول إلى إعداد السيموس بعد كده النقطة السابعة اختر خيارات الإقلاع ومن الإقلاع من الفلاش درايف الخطوة الثامنة اتبع التوجيهات المحددة مع التحديث لتحديد موقع ملف التحديث من على الفلاش درايف الخطوة التاسعة تنفيذ الملف عادة عن طريق الكتابة والنقر في الفلاش الخطوة العاشرة اثناء اكتمال التحديث تأكد من المحافظة على وصول الكهرباء للجهاز هذه كانت الخطوات العاشرة التي غالبا بيتم استخدامها لتحديث الفيرموير اللي هي عبارة عن نظام في داخل شريحة مثل البيوس واجهات اليو اس بي او منافذ اليو اس بي مثل جهاز الكمبيوتر فغالبا ما يكون لدى السيرفر منافذ يو اس بي على الاقل عدد اثنين واحد الماوس والاخر الكيبورد على الرغم انه قد يتم استخدام الكيفي ام سويتش لاستخدامه على اكثر من السيرفر مكون التبديل الساخن وهي تعني اي قطعة يمكن تغييرها دون ايقاف تشغيل السيرفر وهذه خاصية مرغوف فيها لكثير من السيرفرات التي نحتاج الى ان تتوقف عن العمل وقد تحتاج او نحتاج اعمو طبعا تغيير قطعة في السيرفر حصدها تلف مثل تغيير القرص الصلب فإذا كان السيرفر يدعم أن القرص الصلب قابل للتبديل السريع من على السيرفر فعندها سوف نتمكن من فصل القرص الصلب وتركيب الآخر والسيرفر يعمل دون الحاجة إلى إيقاف السيرفر طبعا يكون لدي السيرفر أكثر من قرص الصلب كذلك راح يتوجب في أغلب الحالات منع أي تطبيق من أن يصل إلى القرص الصلب وكذلك إزالة الروابط البرمجية كذلك قد لا تتمكن من إزالة القرص الصلب بخاصية التبديل الساخن إذا كان هذا القرص الصلب يحتوي على نظام التشغيل ونظام التشغيل لا يكون موجود على قرص صلب آخر كذلك لا يمكننا إزالة القرص الصلب بخاصية التبديل الساخن إذا لم يمكننا عزل القرص الصلب برمجيا عن العمليات التي يقوم بها السيرفر عبر الإنترنت خاصية التبديل السريع خاصية رائعة مع السيرفرات ومع السيرفرات المتطورة فخاصية التبديل السريع من الممكن أن تعمل لتبديل ذاكرة الرام والمعالج لأن يكون عندنا في السيرفر أكثر من الرام وأكثر من معالج متطلبات صيانة الطاقة والتبريد تتطلب المعدات الحاسوبية من أي نوع ومن ضمنها السيرفرات مستوى معين من الطاقة وبيئة باردة بما يكفي لمنع السخون الزائدة عن الأجهزة أثناء عملها وهنا سوف نتكلم عن متطلبات الطاقة والتبريد وما يتعلق بهما الباور أو الطاقة عند مناقشة الطاقة فمن المفيد التعرف على عدد من المصطلحات المتعلقة بالطاقة وفي استهلاك الطاقة والتوافرية أنواع مقبس الطاقة عند التعامل مع السيرفرات لدينا الجهد الجهد الكهربائي عندما يتم التكلم عن الكهرباء يتم الارتباك فيما بين مصطلحين وهما الفولت والأمبير فالفولت هو الجهد أو الجهد الكهربائي وهو ضغط أو قوة الكهرباء بينما الأمبير هو التيار أي كمية الكهرباء وكلاهما معا بيصفان ما يعرف به الوات والوات هو تحديد استهلاك الجهاز للكهرباء والوات بيكون ناتج عن ضرب الجهد في الأمبير الفولتية أو الجهد الكهربائي يأتي بنوعين المنخفض والعالي ويختلف تحديد قيمة الفولت العالي والمنخفض فيما بين البلدان المختلفة فلدينا المعيار الأقل اللي هو المية والأعلى بيكون ميتان وخمسين فولت في الدول العربية غالبا بيكون الأقل مية وعشرة والأعلى ميتان وعشرين ويوجد في بعض مزودات الطاقة مفتاح خلفي يجعلك قادر على التحويل فيما بين الجهد العالي والمنخفض كما يظهر لدينا هنا في الصورة يوجد لدينا نوعين من أنظمة توصيل الطاقة وهما السينجل فيس والثري فيس بالنسبة للمرحلة الواحدة أو السينجل فيس تشير إلى سلكين بدائرة طاقة تيار متردد بحيث يكون سلك مخصص الطاقة والسلك الثاني محايد أو هو اللي فعليا يعني بيأخذ الطاقة الزائدة يطلق على سلك ساخن والسلك الآخر البارد أما الثري فيس فهي تشير إلى إما عندي كابل يحتوي على ثلاثة أسلاك لدوائر طاقة الديار المتردد وبتكون فيها ثلاثة عندنا الـ A-Face وB-Face وC-Face وممكن يكون الكابل بيحتوي على أربعة أسلاك بداخله السلك الرابع هو بيكون المحايد أو السلك البارد الفرق فيما بين السينجل فيس والثري فيس هو يتمثل في الفولتية فالسينجل فيس بتعطينا الفولتية 110 و120 حسب الدولة وهذه الفولتية هي اللي بنستخدمها في المنازل وأماكن العمل أما الثري فيس فنستطيع من خلالها زيادة الفولتية فنجعلها كمثال ممكن نجعلها 208 فولت 277 فولت 380 فولت 480 فولت وهذا الفولتية العالية هذه الفولتية العالية نحتاجها مع أجهزة تحتاج لكي تعمل إلى فولتية عالية مثل أجهزة الإنتاج للمصانع التكييف المركزي واتج اللي هي القوة الكهربائية كل من الفولت والأمبير معاً يكونان لنا القوة الكهربائية التي يحتاجها أي جهاز ليعمل وتحدد من خلالها الاستهلاك عندنا الاستهلاك تختلف السيرفرات فيما بينها من ناحية استهلاكها الكل للطاقة ولكن يوجد دينا تحديد تقريبي لأنواع السيرفرات وما تقوم باستهلاكه وهي كالتالي لدينا ال1U راك يعني سيرفر الراك ال1U اللي هو يعتبر دور واحد نقدر نقول عنه اللي يكون حجمه من ناحية الارتفاع بيكون 1.7 انش اللي بتعادل 4.3 سنتيمتر كارتفاع وطبعا بعد كده راح نشوف 2U يعني ما يعادل دورين دبل في الطول 4U يعني 4 مرات في الطول يعني 4 مرات يعني نقدر نضرب 1.7 أربع مرات كطول فعندنا هنا لما ال1U راك ماونت اللي هو اكس 86 بيستهلك ما بين 300 وات وما بين 350 وات أما ال2U راك ماونت اللي هو من النوع 2 سوكت اكس 86 بيستهلك ما بين 350 وات وما بين 400 وات ال4U راك ماونت 4 سوكت اكس 86 الأفرج او المتوسط 600 وات واذا كان عليه اعدادات ثقيلة فقد يصل حتى 1000 وات بالنسبة لي سيرفرات البليتس او الشرائح فمتوسطها 4500 وات طبعا مقسمة على عدد البليتس او الشرائح اللي موجودة في داخل الحاوية نفسها لو قلنا مثلا 14 موجود عندي 14 شريحة فعندها راح يكون الاستهلاك 350 لكل سيرفر او لكل بليت سيرفر طبعا قيم الاستهلاك المذكورة هنا هي للسيرفر فقط وتزيد اذا قمنا باضافات مثل التبريد السيرفر يحتاجي لتبريد فهذه ايضا بتحسب ضمن كمية الكهرباء اللي تم استهلاكها كذلك عندها اضافة متطلبات اخرى حسب ما يقتضيه العمل فهذا ايضا راح يزيد كمية الفولتية اللي تم استهلاكها من قبل السيرفر وطبعا الوات المذكور هنا في الساعة الكمبيوتر العادي مثلا بيستهلك ما بين 100 وات الى 150 وات حسب طبعا نوع الكمبيوتر ويش العمال يعني هل المواصفات عالية منخفضة متوسطة كمية الاعمال اللي راح يقوم فيها تقيلة خفيفة متوسطة فهو بيستهلك ما بين 100 الى 150 وات فاما السيرفرات مثل ما احنا ملاحظين بتبدأ من 300 وات وقد تصل حتى 4500 وات للسيرفر الواحد التوافرية حيث انه في الكثير من السيرفرات بيكون فيها اكثر من مزود طاقة واحد وذلك للحاجة ان السيرفر لا يتوقف عن العمل بحيث اذا تعطى المزود الطاقة واحد يظل السيرفر يعمل لوجوده الاخر كذلك مع الـ USB اللي هو مزود الطاقة الغير منقطع اللي بيخزن الكهرباء بيكون عندنا مثلا اكثر من واحد بحيث يتعطى الواحد يظل يتم الانتقال للعمل بالاخر لانه مثل ما ذكرنا اغلب المواقع لما بتجيب سيرفرات هي تطلب ان هذا السيرفر لا يتوقف عن العمل فعلى مستوى التوافري على مستوى الكهرباء للسيرفر زي ما احنا ملاحظين هنا يكون عندي اكثر من مزود طاقة اكثر من باور سبلاي واحدة للسيرفر الواحد هنا عندي اثنين شغالين وموصلين بالكهرباء رح يعمل واحد والثاني ايضا رح يعمل لكن لن يتم استخدامه من قبل السيرفر اذا تعطل الاول عنده يتم الانتقال الى الثاني وبالتالي يظل السيرفر يعمل وهنا زي ما انتم شايفين فيه ذراع للسحب فهذه خاصية ايش التبديل الساخن على مستوى الباور سبلاي او مزود الطاقة بحيث اللي رح اقوم فيه هو ان انا رح اجيب بعد كده مزود الطاقة الجديد اقوم بسحب القديم وتركيب الجديد والسيرفر يعمل دون الحاجة الى الفصل السيرفر ودون ان يصيبني عمل السيرفر مثلا بسعقة كهربائية هنا ايضا مثال اخر لسيرفر اخر وزي ما هو واضح بيستهلك 460 وات رح يتم شبك كلا مزودية الطاقة وتشغيلهما الاثين رح يكونوا شغالين واحد فقط في وضع الانتظار الاخر هو اللي رح يعمل اذا تعطى الاول رح يعمل الثاني انواع قابس الكهرباء يوجد دينا عدد من انواع مقابس الكهرباء المختلفة التي قد تتعامل معها الاجهزة وهنا رح نشوف امثلة لها لدينا الن اي ام اي بلاك وهذا المعيار من المقابس يتواجد بعدد من الانواع الفرعية اللي تنتجت ضمن هذا النوع تختلف فيما بينها من ناحية اتجاه المقابس واشكالها والتصنيفات يعني عندنا تصنيفين اساسيين لالن اي ام اي وهما الستريت بليد واللاكينج وعندنا مثال لكل منهما اديسون بلاك وهي كما بالشكل الظاهر امامنا وقد يأتي بارضي او بدون ارضي هنا لدينا ثلاثة هذا ارضي وقد يأتي فقط بزوجين هذا النوع يطلق عليه اديسون بلاك لدينا توست لك بلاك وهو يتبع الان اي ام اي لكينج ويوجد منهما يدعم الستة لاف وات التبريد عندما نقوم بتلبية اعتبارات الطاقة فيجب عليك الانتباه الى الضمان ان لا ترتفع درجة حرارة السيرفر فالمعالج في السيرفر ينتج حرارة اثناء عمله هذه الحرارة لابد من التعامل معها من خلال التبريد والذي يتواجد بعدد من الانواع فلدينا الارفلو الارفلو يعني تدفق الهواء بحيث يدخل الهواء البارد من واجهة السيرفر ويقوم بحمل الحرارة الموجودة بداخل السيرفر ليخرج الهواء من خلف السيرفر كهواء حار ويجب الحفاظ على عدم وجود اي عوائق تعيق تحرك هذا التدفق لدينا هنا في المثال صورة لسيرفر يدخل الهواء البارد من واجهة السيرفر ويبدأ كلما يمر من داخل السيرفر يبدأ بالسخونة لماذا؟ لانه بيحمل الهواء الساخن ومن ثم حتى اذا خرج من السيرفر يصبح هواء ساخن ويجب الحفاظ على هذا التدفق من اي عوائق بحيث يمر بسلاسة لدينا التبديد الحراري يتم توليد الحرارة عن طريق عمل الاجهزة الالكترونية ويجب ان يتم تبديد هذه الحرارة ويوجد عدد من الاسباب لتحقيق ذلك فلدينا الهيت سينك أو يوجد لدينا عدد مش من الاسباب عدد من الطرق لتحقيق ذلك فلدينا الهيت سينك وهي قطعة معدنية تقوم بسحب الحرارة من على المعالج طبعا وتقوم بأخذها الهيت سينك أو تخزينها بداخلها طبعا لكن راح نحتاج إلى إخراج الحرارة من على الهيت سينك لذلك نحتاج إلى مروحة تقوم بإخراج الحرارة وكذلك في غرفة السيرفرات سوف نحتاج إلى تكوين ممر ساخن وممر بارد بحيث الممر البارد يدخل على السيرفرات والممر الحار هو يخرج من السيرفرات طبعا كهواء حار ناتج من عمل السيرفرات ويجب التأكد من أن الممرات في داخل غرفة السيرفرات لا تواجه عوائق تجعل من الهواء الحار يعود مجددا إلى السيرفرات مما يرفع درجة الحرارة للسيرفرات ويلحق بها الضرر إذن هنا عندنا نوعين كمشتت حراري لدينا الهيت سينك اللي هي قطعة معدنية يطلق عليها أيضا مشتت حراري باللغة العربية يتم تركيبها على معالج السيرفر فتقوم بعمل شفط أو عمل سحب للحرارة الموجودة على السيرفر والحرارة تصبح داخل القطعة المعدنية ويتم تركيب مروحة في أعلى هذه القطعة فتقوم المروحة بعملية سحب للحرارة الموجودة على هذه القطعة المعدنية وإلقاءها في الخارج هذه من أنواع اللي هو المشتت الحراري كذلك تكلمنا عن الممر أو تدفق الهواء على مستوى السيرفر نفسه هنا لدينا إعداد لممرات ساخنة وباردة لكن على مستوى غرفة السيرفر نفسها الغرفة التي تحتوي على مجموعة من السيرفرات أيضا نقوم بإعداد ممر هوائي بحيث نضمن زي ما احنا شايفين عندنا هنا في الصورة يتم ضمان أن الأهواء البارد يدخل على السيرفرات يسحب الهواء الحار يخرج من على السيرفرات ومن ثم الهواء الحار لابد من طريقة إما لتبريده أو لصرفه وإخراجه للخارج لدينا كذلك مما يساعد في التبريد الحواجز والأغطية الحواجز والأغطية وهي تستخدم داخل كيسة أو صندوق السيرفر وكذلك في غرفة السيرفرات أيضا يتم استخدامها وهي تعني تركيب حواجز أو أغطية لكي تساهم في توجيه وتغيير تدفق الهواء وذلك لتوجيه الهواء في الاتجاه المطلوب كذلك قد يتم استخدامها لتغطية فتحات الرف اللي موجودة يعني في كمية الاتصالات واللي في بعض الحالات طبعا يعني مثلا يكون عندي رفوف غير مستخدمة فهي بتستهلك من الهواء البارد فيتم إغلاقها كذلك في بعض الحالات يتم استخدامها تحت الأرضية المرتفعة لإغلاق الثقوب حيث أن إغلاق الثقوب سوف يحسم من تدفق الهواء زي ما احنا شايفين هنا أمثلة على الأغطية والحواجز اللي تم تركيبها في داخل السيرفر للتحكم بتدفق الهواء كذلك هذه الحواجز والأغطية أيضا بيتم تركيبها مثل ما ذكرنا في داخل غرفة السيرفر وذلك لكي يعطيني تدفق بالهواء بالشكل المطلوب والصحيح الذي أنا أريده بحيث الهواء البارد يدخل على السيرفرات ويخرج منها الهواء الحار ليتم تصريفه أو تبريده المراوح يتم استخدام المراوح في عدة أماكن داخل صندوق السيرفر مثل فوق المعالج ومروحة أو أكثر في السيرفر لتحريك الهواء الساخن من خارج الكيسة الخاصة بالسيرفر كذلك قد يتم تركيب مراوح في رفوف كبينة الاتصالات لسحب الهواء الحار الموجود على الكبينة إلى خارج الكبينة مثل ما احنا شايفين أمامنا هنا لدينا هنا راك فانز أو مراوح الراك الكبينة بيدخل الهواء البارد هنا لدينا مجموعة من السيرفرات المركبة في داخل كبينة الاتصالات بيدخل الهواء البارد في واجهة الكبينة مثل هذا الهواء البارد قد يكون ناتج عن التكييف المركزي اللي بيصل إلى غرفة السيرفرات فعندها يدخل الهواء البارد من واجهة السيرفرات من خلف السيرفرات بيندج الهواء الحار فلدي هنا مراوح في خلف كبينة الاتصالات تقوم بالسحب هذا الهواء الحار ومن ثم إطلاقه ضمن مسار إلى أعلى الكبينة لكي يتم إخراجه من كبينة الاتصالات إذن عمل المراوح ليس لإضافة الهواء لداخل الأجهزة وإنما هي لسحب الهواء الساخن وهذا طبعا يساهم بالتبريد التبريد بالسائل في بعض الحالات تكون إزالة الحرارة غير كافية فعندها قد نحتاج إلى تركيب التبريد السائل في داخل صندوق السيرفر بحيث يكون عبارة عن أنابيب أنبوب يحتوي على ماء بارد يمر على قطع السيرفر مثل المعالج فيمر على المعالج فيقوم بامتصاص الحرارة من على المعالج فعندها رح يتحول الماء البارد إلى ماء حار ومن ثم من خلال الأنبوب يعود هذا الماء الحار إلى قطعة التبريد ليتم تبريد الماء الحار ليعود مجددا إلى الأنبوب كماء بارد لتبريد المعالج وهكذا هنا لو لاحظ عندنا كمثال في السيرفر عندي معالجين أو هو عفوا معالج واحد لا هما معالجين معالج الأول والمعالج الثاني عندي أمبوبين لعملية التبريد تمام؟ وعندي المفروض هنا جهاز يتصل بهذه الأمبوبين هذا الجهاز هو جهاز تبريد المياه الماء بينطلق من الجهاز كماء بارد فيمر على المعالج الأول طبعاً يمر مجبلا على المشتت الحراري مركب فوق المعالج يقوم بسحب الحرارة يتحول إلى ماء متوسط الحرارة بعد ذلك يمر على المعالج الثاني هذا هو اكبر معالج مساد الخرارة يتحول لماء متوسط الحرارة إلى ماء يغني أو ساخن فعندها بعد ذلك رح يمر ضمن الأنبوب الثاني اللي هو الأنبوب الذي رح يستقبل الماء الحار هذا الأنبوب رح يوجه المياه إلى الجهاز مجددا الخاص بتبريد المياه فيقوم الجهاز الخاص بتبريد المياه بإعادة تبريد هذه المياه لكي يطلقها مجددا عبر الأنبوب كمياه باردة وهكذا تظل العملية تعمل ضمن استخدام السائل اللي هو الماء البارد في عملية تبريد المعالج أشهر الشركات المصنعة للسيرفرات في العالم هي طبعا هنا كتصنيع للقطع المادية الهاردوير وليس كنظام تشغيل نظام التشغيل شيء آخر والذي هي شركات أخرى لكن كقطع هاردوير فالتصنيع لدينا ثلاث أشهر شركات ويوجد غيرها أيضا بس ثلاث أشهر شركات حول العالم وأكثرها انتشارا هي عندنا شركة HP شركة Dell شركة IPM طبعا كلها شركات أمريكية عالمية متعددة للجنسيات وهذه الشركات بتملك وكلاء في كل دولة من دول العالم والوكلاء في كل دولة بيكون لهم تصنيف حسب تعاملهم مع هذه الشركة فمثلا HP تعطي تصنيف يعني قد نسمع مستلحات مثل أنه شريك ذهبي شريك ماسي شريك فضي فهنا طبعا نستطيع من خلال هذا التصنيف نحدد قوة الشريك أو قوة الوكيل للهب وبالتالي كلما كان مثلا نحن نحتاج السيرفرات اللي رح نقوم بتشغيلها هي في أماكن مهمة ويجب أن تحظى بالدعم فعندها رح نحتاج أن يكون الوكيل يعني مستوى عالي لأنه بالإضافة إلى السيرفر فأنت أيضا بالإمكان أن تقوم بتوقيع عقد أو اتفاقية مستوى الخدمة بحيث يكون في عقد بينك وبين الوكيل من ناحية تقديم خدمات الصيانة بحيث القطع الخاصة بالسيرفر لا تجدها في السوق العادي مثل أجهزة الكمبيوتر العادية وإنما يتم طلبها من الشركة الأم ويكون لدى الوكيل مخزوم منها وإذا لم يكن فيقوم بطلبها فعندها هنا قد تتعاقد إما قد لا يكون هناك تعاقد على الخدمة بحيث إذا تعطلت قطعة وقت تتواصل مع الوكيل لكي يقوم بإحضار القطعة لك وقد يكون هناك تعاقد طبعا هذا حسب أهمية السيرفرات والجهة التي تعمل بها السيرفرات فقد يكون هناك تعاقد فيما بين الجهة التي قامت بشراء السيرفرات وما بين الوكيل التابع للشركة المصنعة للسيرفرات بحيث قد يتم توقيع عقد مع الوكيل بأن يكون هو المسؤول عن الصيانة للسيرفرات بحيث مثلا يقوم بزيارته كل فترة وفترة يقوم بعمل الصيانة الوقائية والتأكد من سلامة القطع والمكونات إذا حصل تلف لقطعة فيقوم بإحضارها وتركيبها الفني أو المهندس التابع للوكيل نفسه طبعا هذه الاتفاقية قد تزداد فيها المتطلبات وقد تنخفض وطبعا كل ما زادت المتطلبات كل ما زادت ذلك من قيمة الاشتراك اللي رح يتم تفعه لمزود الخدمة وهذه المتطلبات تزداد وتنقص حسب أهمية عمل السيرفرات والموقع الذي تعمل به هذه السيرفرات إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته